المسائية من الميادين سلام الله عليكم وفي عناوين الملف الوحيد للليلة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تتصدر أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المجلس الوطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي هل ينجح الفلسطينيون في إنجاز وحدتهم وإعادة صياغة مشروع تحرير فلسطين من الاحتلال في ظل الانقسامات العربية ترتيب البيت الفلسطيني لعله العنوان الأبرز الذي تناقشه الفصائل الفلسطينية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المجلس الوطني المرتقب بالتحديات كثيرة والأكثر هي الأسئلة المطروحة أمام كل الفلسطينيين من دون استثناء هل سينجحون في إعادة صياغة وحدتهم الوطنية هل سيتمكنون من الاتفاق على صياغة مشروع التحرر وأين سيكون موقع المقاومة المسلحة لكن أولا هل سينجحون في حسم مكان التآم مؤتمر المجلس الوطني في فلسطين أم في خارجها هل سينجزون وحدتهم في ظل الانقسامات العربية الحادة وهل يستطيعون تجاوز انقساماتهم وإعادة القضية الفلسطينية عنوانا عربيا جامعا أسئلة كثيرة بشأن مآلات المشهد الفلسطيني سنناقشها في مسائية الليلة مع مسؤولين في فصائل أدت وتؤدي أدوارا مهمة في المسار الفلسطيني نتوقف أولا مع موجز للأخبار أهلا بكم أفد مراسل الميدين بتحرير القوات العراقية مقار الاتصالات والبريد وهي الاستثمار ومدرية الكهرباء وبناية الأمن الداخلي في الموصل سبق ذلك نجاح القوات العراقية في تحرير حيي السكر الضباط ومسجد الرحمن شرق الموصل كما سيطرت هذه القوات بالنار على ساحة الاستعراض الشرق المدينة وأعلنت الشرطة الاتحادية العراقية لاقتراب من تحرير المثلث الجنوبي في الساحل الأيسر للموصل بالكامل أعلنت لجنة متابعة الوسط العربي تنفيذ أضرب عام من يوم الأربعاء في قراء الداخل في شمال ووسط فلسطين المحتلح تيجاجا على هدم بيوت الفلسطينيين في قلنسوة أعضاء من القائمة العربية المشتركة في الكنيسة أعلنوا مشاركتهم في الإضراب وأرأوا أن هدم البيوت جريمة لا سابقة لها وأعلانوا حرب ضد فلسطيني الداخل أعلنت الخارجية الإماراتية إصابة السفير الإماراتي في أفغانستان وعدد من الديبلوماسيين الإماراتيين في انفجار استادف دار الضيافة لحاكم قندهار الانفجار أدى أيضا إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية عشر أخرين بينهم حاكم قندهار فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد قال وزير الخارجي الأمريكي جون كاري أن الحرب في سوريا هي حرب مركبة تنخرط فيها أطراف إقليمية ودولية عدة كل منها له مصالحه الخاصة الوزير الأمريكي أشار إلى أن بلاده لم تبدأ الربيع العربي ولم يكن باستطاعتها إيقافه بحسب قوله وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران رأى كاري أنه إذا نقضت الإدارة المقبلة للاتفاق فأن الدول الأخرى ستمضي في التزاماتها كما أن الدول الموقعة على الاتفاق ستعد واشنطن طرفا لا يعتمد عليه أعلنت وزارة الدخلية تونسية تفكيك خالية في مدينة المكنين بمحافظة المنستير مؤلفة من ثمانية أشخاص تراوح عمارهم بين 32 عاما و47 وأوضحت الوزارة أن الموقفين اعترفوا خلال التحقيقات بعقد اجتماعات سرية في المدينة وأنهم يتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة ويعملون على جمع أموال للتنظيم من دون ترخيص والآن نعود إلى المساية وإلى كامال رانا شكرا جزيلا أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية موقف الزعنون جاء في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بالسفارة الفلسطينية في بيروت بحضور فصائل وقوى فلسطينية بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي هذا تقرير لملاء خالد على مدى يومين يوقدوا في استفارة الفلسطينية في بيروت اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني الاجتماع هو الخامس في سلسلة اجتماعات تحضيرية أعقدت في رمالة العام الماضي وهو يأتي تنفيذا لأحد أبرز بنود المصلحة الوطنية الفلسطينية لجهة توسيع منظمة التحرير وضم جميع الفصائل الفلسطينية إليها ولسيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي مواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة على أرضنا يتطلب منا جميعا تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة الامات التواجلي والعمل على الإدماج باقي القوة فيها نحن نأمل أن تنجح هذه الدورة بالاتفاق على تطبيق اتفاقات المصالحة التي وقعناها في القاهرة عام 2005 و2011 وفي مخيم الشاطئ في غزة عام 2014 وهذه الاتفاقات تنص على إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ونحن نأمل أن ننجح بذلك وتدخل حماس والجهاد في منظمة التحرير الفلسطينية جميع الفصائل المشاركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حضرت الاجتماع إلى جانب المشاركين من فلسطين المحتلة ومن بلاد الشتات وشخصيات وطنية مستقلة كلهم يأملون تمتيل الوحدة الفلسطينية وتجاوز نقاط الخلاف بين الفصائل ولسيما مع تقديم الجبهتين الشعبية والديمقراطية مبادرة لتجاوز الخلافات حول مكان عقد المؤتمر المقبل يعني جوهر المبادرة أن الأولوية هي عقد مجلس وطني توحيدي وعقده في مكان يستطيع الجميع المشاركة فيه وأن يكون هذا المجلس مجلسا متوافقا على نتائجه السياسية والتنظيمية بحيث تؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتفتع الطريق لتنفيذ اتفاقات المصالحة الوحدة لمواجهة الاحتلال هي العنوان الجامع لكل المشاركين في هذا الاجتماع جميع الحاضرين متأكدون أن مواجهة إسرائيل كياد واحدة هي الأساس لتحقيق انتصارات ضدها وهم يدركون أنه لا سبيل لذلك فيما خلافاته بين أبناء البيت الفلسطيني الواحد قائمة هدف هذا الاجتماع هو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وأيضا مراجعة المرحلة السياسية السابقة على أمل التوصل إلى اختيار قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني تضع برنامجا وطنيا المقاومة بكل أشكالها أساس فيه ملك خالد بيروت الميادين ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي وفي حديث للميادين شدد على أهمية اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة التحديات وأضاف أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي حريصتان على مقترح الوحدة الوطنية كان كل الحرص بالنسبة لدينا هو على تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني على أن يكون هناك إجماع فلسطيني حول البحث بشكل جدي لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وأعتقد أن هذه خطوة مهمة قامت بها حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وهذا يجب عليه أن يتم التعاون من الطرف الآخر في الاندفاع باتجاه بالفعل تفعيل منظمة التحريف الفلسطيني وعادة بناءها على أسس وطنية وخاصة أن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس وافقت منذ العام 2005 في حوارات القاهرة على أن تدخل منظمة التحريف الفلسطينية وعادة بناء منظمة التحريف الفلسطينية كما أشرت على أسس وطنية نناقش هذا اجتماع اللجنة التحضيرية وما جرى هذا اليوم في بيروت مع ضيوفي هنا في السوديو رحب دكتور ماهر طهر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دكتور عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة تحرير وطن الفلسطيني فتح عزة الرشق عضو المكتب السياسي في حركة حماس أسعد الله مساءكم جميعا أبدأ معك دكتور ماهر طهر حول ما أنجز هذا اليوم ماذا يمكن أن نخرج بنتيجة من خلال كل المناقشات التي جرت هذا اليوم أثناء انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني هذا الاجتماع للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يكتسب أهمية كبيرة وكبيرة جدا خاصة في هذا الظرف السياسي الذي تمر به القضية الفلسطينية هذا الاجتماع يكتسب أهميته من زاوية أنه لأول مرة يتم عقد اجتماع للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الفلسطيني بحضور المكونات الأساسية للحركة الوطنية الفلسطينية يتم بحضور ليس فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فقط يضم كل فصائل منظمة التحرير بما في ذلك الجبهة الشعبية القيادة العامة وطلائح حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة واللي كان فيه مقاطعة من فترة طويلة يحضرون ويشاركون بفاعلية في هذا الاجتماع وأيضا يضم حركتين حماس وفتح والجهاد الإسلامي لا شك أن هذا موضوع مهم للغاية بمعنى كل المكونات موجودة اثنين هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظرف سياسي دقيق للغاية تمر به القضية الفلسطينية العالم العربي يحترق الوضع الفلسطيني منقسم محاولات جادة جدا لتصفية القضية الفلسطينية مجيء إدارة أمريكية جديدة تبشر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقرار من الكونغرس الأمريكي يدين قرار مجلس الأمن الذي أدانا الاستيطان بمعنى أننا أمام وضع أمريكي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي سمية راعي لما سمية بعملية السلام الولايات المتحدة تقف مع الاستيطان وبالتالي هذا الظرف السياسي يقول بأن ما سمي بالحل السياسي وصل إلى طريق مسدود بالكامل وبالتالي لا بد من رسم استراتيجية عمل فلسطيني جديد على ضوء هذه الوقائة هذه قناعة لدى الجميع؟ الجميع من تحدث وهذا أمر مهم جدا جميع من تحدث من الإخوة الذين يحضرون الاجتماع فيه هناك توافق بأن ما سمي بالتسوية وصل إلى طريق مسدود لا بد من مواجهة التحديات والمخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية هناك قناعة لدى الجميع بأن لا يمكن مواجهة هذه المخاطر بدون إنهاء الانقسام وبدون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية طيب هذه المقدمة كان لابد منها أخي عزام ربما للحديث عن الظرف الذي يعقد فيه مثل هذا الاجتماع ولكن هذا الاجتماع لابد أن يجيب على مجموعة من الأسئلة تطرح في الشارع الفلسطيني بل طرحت أمام المجتمعين أولها أن هذا المجلس الوطني الفلسطيني كيف سيكون شكله؟ هل سيكون كالمجلس السابق سؤال آخر يتعلق بالمستقلين داخل المجلس الوطني؟ هل سيكون هناك مستقلين؟ ما سمعنا اليوم أن هناك مستقلين حضروا أو سيكونوا في المجلس المقبل؟ أولا المجلس له مكونات المستقلين هم الأغلبية الساحقة في عضوية المجلس السابق القائم حاليا لأن المجلس كان له طريقة بالتشكيل في السابق وكل الفصائل المنظمات الشعبية المؤسسات الفلسطينية المختلفة المستقلين من مختلف التجمعات الفلسطينية من الشيلي حتى آخر دولة عربية في الخليج ولكن عام 2005 تم اتفاق إعلان القاهرة وكالعادي أنه شكلت لجنة من أجل إعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد تم الاتفاق أن يكون بالانتخاب حيثما أمكن ذلك وبالتوافق حيثما لا يمكن وفي تلك الفترة كنا نعتقد وأعتقد كان اعتقادنا صحيحا أنه بإمكاننا إجراء انتخابات في معظم المناطق وبالتالي مفتوحة الانتخابات ليس كوتا توزع حصص على الفصائل للآخره الآن ربما الظرف تغير أولا عدم تنفيذ الاتفاق عام 2005 سببه الأساسي الانكسام الذي حصل عام 2007 صحيح وبالتالي في ظل انكسام في النظام السياسي مستحيل تقدر تعمل إعادة تشكيل وضع منظمة التحرير اللي كان بهمنا إعادة تشكيلها من أجل إعادة من أجل إعادة تشكيل المجلس وتوسيع رقعة المشاركة من خلال انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأي طب أنا أريد أن أسأل أخي عزام هناك آليات وضعت نوقشة اليوم طبعا كيف سيتم الانتخاب الفلسطيني في لبنان في سوريا هل سيكون انتخاب من قبل الشعب مباشرة أم الفصائل أم التعيين هذه الآليات نوقشة اليوم أنا أحكي في الآليات قاعد أكمل لك تفضل عقدنا عدة اجتماعات سابقا وضعنا قانون لانتخابات أعضاء المجلس الوطني زي ما قلنا حتى كانت أول دولي أخذنا موافقتها أنا شخصيا قبلت رئيس الحكومة في ذلك الوقت والرئيس ميشيل سليمان وقالوا كل ما تطلبه يساهل أمركم لن الدولة اللبنانية ستقدم التسهيلات وبالتالي لكن تعثر إنهاء الانكسام تعثر إنهاء الانكسام أوقف المشروع أوقف العمل الآن اللي شرحوا الأخ ماهر دقيق من فترة طويلة لم نجتمع هاي أول اجتماع بهذا الشكل منذ عام 2014 منذ عام حتى 2013 وليس 2014 بهذا الشكل بمشاركة الجميع أكدنا اليوم جميعنا على ضرورة التمسك مما اتفقنا عليه سابقا حول تشكيل المجلس بالانتخاب وبشكل ديمقراطي مفتوح أمام الجميع وبنفس الاتفاق عام 2005 إذا لم نتمكن في بعض المناطق منجراء انتخابات بالتوافق بين الفصائل ومكونات والمستقلين بالمناسبة معظم أعضاء اللجنة التنفيذية مستقلين يشاركوا في الاجتماع وحتى فيه شخصيات مستقلة من خارج اللجنة التنفيذية أيضا شاركت ودائما المستقلين يمثلوا بشكل يعني مميز عن الفصائل المهم الشكل الديمقراطي هو الذي نعطيه الخير ولكن ظروف الوضع العربي والانقسامات العربية التي يشير لها الأخ يعني مثلا طيب هذا تسمح لي أحكي فيه بشكل مستقل موضوع العربي والظروف العربية والحالة التي تمر بها البلدان العربية لكن أخ عزة الرشق إذا ما سألنا عن مشاركة حماس يعني هذا القرار الذي أخذته حماس بالدخول المجلس الوطني ماذا يعني مؤشر على ماذا أن حماس قبلت أن تدخل في كل مؤسسات منظمة التحرير والبداية من المجلس الوطني أم أن حماس تجس نبض اليوم واحد قال حماس تجس نبض صحيح هذا التعبير بسم الله الرحمن الرحيم يعني جس نبضه ممكن يكون خلال يوم يومين بس مش خلال 12 سنة حركة حماس مبكرا يوم أن وافقت أو كانت مشاركة في اجتماع القاهرة في مارس 2005 وقرر هذا الاجتماع إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظيمية وسياسية جديدة فمعنى ذلك أن حركة حماس منذ ذلك الوقت حددت أنها تريد أن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية لكن لا تدخلها على الوضع الحالي لا بد من إعادة البناء وإعادة الهيكلة بحيث أن تستوعب هذه المنظمة القوى الفلسطينية الأخرى كحركة حماس والجهاد الإسلامي وحتى تصبح هذه المنظمة والبيت الفلسطيني بالفعل يشمل كل أعضاء الأسرة الفلسطينية وكل أبناء شعبنا الفلسطينية وقوى المناظرة حركة حماس عندما وافقت على المجيء لحضور هذا الاجتماع الذي عقد في بيروت بدعوة كريمة من الأخ أبو الأديب هي تستشعر خطورة المرحلة خطورة المرحلة والتحديات بتواجه شعبنا الفلسطيني إن على صعيد الحكومة الصهيونة متطرفة وما تفعله وأشعار الذي ترفعه باتجاه شط بالقضية الفلسطينية وأقصى ما تقدم برنامج بنت بأنه لا دولة فلسطينية وأن أقصى شيء هو حكم ذاتي في فلسطين المحيط العربي الذي ينشغل بقضاياه وأصبحت قضية فلسطينية في سلم متأخر من الأولويات وأيضا الموقف الأمريكي الذي جاء بالصيغة عدوانية في مؤشرات سوداء وصهيونية ولذلك نعم نحن نحط أيدينا بأيدين بعض وجينا بكل عقل وقلب مفتوح من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة نحن معنيين أن يكون هناك هنا السؤال الأسس الجديدة التي سوف تبنى عليها المنظمة هل من السهل التوافق عليها يعني مثلا موظمة التحرير اليوم اعترفت بأوسلو مثلا أو دخلت أوسلو اعترفت بإسرائيل بالنسبة لكم ماذا في حركة حمسة؟ يعني احنا اليوم حكينا بالاجتماع احنا اليوم ما بنحط العصي بالدوليب ولا بنحط الحصان أمام العربة احنا اليوم بنحنا نجي على الهدف بإنشان نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وضع اشتراطات وضع قرارات سابقة كل ما سبق يمثل مرحلة سابقة أوسلو انتهى حتى الاخوة في حركة فتح والفي السلطة والاخر المازي يقولوا أنه أوسلو انتهى داسه نتنياهو وحكومته مضطرفة بالدبابات والارهاب والعدوان تاعهم ولم يعترفوا شيء لم يبقى من أوسلو شيء لم يبقى إلا التنسيق الأمني وقضايا بسيطة جدا يعني أوسلو بشيطة الحالية هي مصلحة إسرائيلية ولذلك احنا بدنا نطوي هذه الصفحة وقلنا في هذا الاجتماع أنه احنا بدنا نجي لبناء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل المجلس وطني فلسطيني ونريد أن نفتح الخيارات أمام شعبنا الفلسطيني في ظل كما ذكر الإخواني والأخمار في ظل وصول التسوية إلى حائط مسدود وأنه نتائج أكثر من 20 سنة من المفاوضات هي صفر كبير كما قالوا إخواننا في حركة فتح ولذلك لا يمكن ندور في هذه الدوامة يلابد من فتح الخيارات الخيارات الكاملة للشعب الفلسطيني المقاومة مسلحة بكل أشكالها المقاومة الشعبية المقاومة الدبلوماسية السنهاد كل طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات هذا اللي جي ناله وبالذلك نحن بناء مجلس وطني جديد ومش مع أي فكرة بالنسبة لمنظمة التحرير فقط سؤال استضاحي قبل أن ننتقل إلى دكتور ماهر كانت حماس حركة حماس تطالب بنسب داخل المنظمة هذا الموضوع لا زال قائم أم انتهى هذه قضية النسب قضية قبل أكثر من 20 عام يوم ما كان ليست هناك عملية انتخابية لم نطلب بالنسبة أصلا كان أصلا طلبنا أن تمثل حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية بناء على وزنها في الشارع نحن ليس خايفين من وزنها في الشارع خلي النسب وقوتنا في الشارع الفلسطينية هي التي تعكس حالها لكن قلنا إذا ليس هناك إمكانية الانتخابات هنا وهناك يجب التوافق على ألية معينة لتمثيل الناس ولذلك أنا أكد على نقطة أننا ذاهبون إلى مجلس وطني جديد وليس ترميم للمجلس الوطني الحالي المجلس الوطني الحالي الآن له أكثر من 21 عام على أنعقاده وهو يمثل مرحلة ماضية وأصبح يعني لا يمثل كل طموحات الشعب الفلسطيني ولا يمثل يعني المرحلة ولا الأجيال الجديدة بدنا مجلس وطني في قوة الفلسطينية جميعا يجدد شبابه يتيح فرصة للمستقلين وللمرأة وللشباب في المجلس الوطني الحاضر والمستقبل ولمثل الماضي ولذلك إحنا مع فكرة الانتخابات الأصل ولذلك هناك لجنة لجنة إنجاز نظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد تعقدت ثلاث اجتماعات رأس أقصر من الزعنون وشاركنا إحنا فيها وتقريبا شبه أنهينا الوصول إلى نظام انتخابي متفق عليه يعني لا يمكن أنت تخيل أخ عزة اليوم إخوان حالة الارتياح بالشارع الفلسطيني لمجرد انعقاد اجتماعيا لسه ما وصل إلى نتيجة ملموسة أو علام ملموس لكن هناك حالة ارتياح في المخيمات الفلسطينية عند النخمة الفلسطينية لمجرد انعقاد فقط هذا الاجتماع وأن يجلس الجميع مع بعض سنكمل في هذا النقاش ولكن قبل ذلك سنستعرض هذه القراءة لزميلة جراسيا بيطار حول هذا الحدث الاجتماع التي وصفته بأنه ليس مجرد حدث عادي نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش في بيروت حدث فلسطيني لم تشهد العاصمة اللبنانية اجتماعا فلسطينيا جامعا وذا مستوى رفيع مماثل منذ عام 82 فانعقاد المجلس الوطني ولو في مرحلة اجتماعاته التحضيرية يعد إنجازا فلسطينيا ولو في الشكل لم يُعقد برلمان الشعب الفلسطيني الموحد في الداخل والشتات منذ 21 عاما جدول أعماله مثقل بالملفات المكدسة طوال تلك السنوات وما قبلها ولعل الملف الحاضر دائما والعصية على التصديق يبقى بلا منازع ملف الوحدة وكأن الفصائل الفلسطينية باتت تدرك هذه المرة أن من دون وحدتها لا يمكنها أن تنتقل إلى أي من البنود الأخرى لكون كل خلافاتها الداخلية منبثقة عن انعدام وحدتها المهم أن النية في المحاولة موجودة والدليل الحضور الشامل وهذا كاف للانطلاق أما وقد انعقدت الاجتماعات في جدول أعمال غير واضح كما يتردد فمن المهم التوقف عند توقيت ربما غير مقصود فمن حيث لا يدري يوضع كل مشارك أمام تحدي أن يكون على قدر المستوى الذي وصلت إليه الانتفاضة الفلسطينية تحدي كبير ولكنه مطلوب بقوة من كل القادة الفلسطينيين هل سيتفقون على رؤية استراتيجية واضحة للرد على الممارسات الإسرائيلية وفي مقدمها جريمة الاستيطان الموعودة بالمزيد من الدعم الأمريكي في العهد الجديد وثمت توقيت إقليمي يتعلق برزمة ملفات تختلف الفصائل حولها وفي مقدمها الأزمة السورية هل ستعد من البنود التفجيرية ويصار بالتالي إلى حثها من التداول خشية تطيير الاجتماعات لكن لو بالغنا ربما في التفاؤل وصدقنا أن الاجتماعات التحضيرية وضعت الموقف الفلسطيني على سكة الوحدة وتجاوز الفلسطينيون فعلا كل خلافاتهم الداخلية والخارجية فماذا عن الموقف العربي من سخرية الأقدار العربية أن الصراع العربي الإسرائيلي وصل إلى مربع أصبح السؤال فيه مشروعا إذا ما كانت إسرائيل ما زالت هي العدو أم لا هذه المسألة الجوهرية تكاد تتحول شعارا فارغ المضمون في ظل الغزل العلني والمضمر معا بين إسرائيل وعدد من الدول العربية إذا مشاهدين لفلسطيني وبعض ما يرتبط بالإقليم والوضع الدولي دكتور مهر الطاهر إذا ما تحدثنا عن أولا التحديات الداخلية أولى الأسئلة التي تسأل هذا اليوم سؤلت كثيرا أين سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني في داخل فلسطين أم في خارجه هذه المسألة حسمت أم لم تحسم وكيف ستحسم بتقديره عندما اجتماع اللجنة التحضيرية انعقد في بيروت فحضر الجميع ولم نواجه مشكلة بحضور الفصائل الأساسية والمستوى الأول القيادي في الساحة الفلسطينية لماذا؟ لأن الاجتماع عقد في بيروت لو عقد الاجتماع في رام الله لكان يعني أكثر من نصف وثلث الحاضرين غير موجود في الاجتماع حقيقة وبالتالي مسألة المكان هي مسألة ليست بيدنا نحن شعب في مرحلة التحرر الوطني لازمنا نخضع للاحتلال الاحتلال موجود في الضفة والاحتلال يسيطر ما زال على مداخل غزة وعلى البحر وعلى السماء وعلى كل أرض محتلة الحقيقة وبالتالي عندما انعقد عن عقدة اللجنة التحضيرية في بيروت تمكننا فعلا من عقد هذا الاجتماع الهام اللي تتوجه له أنظار الشعب الفلسطيني الآن فيما يتعلق بموضوع المكان في وجهات نظر حول هذا الموضوع وبصراحة فيه تعقيدات كبيرة محيطة في هذا الأمر إذا عقد في الداخل ففيه صعوبة بالنسبة للناس اللي في الخارج بالحضور ويطرح أيضا أنه طيب إذا عقد في الخارج فيه صعوبة بالنسبة للناس من الداخل في الحضور إحنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني لدينا رأي أنه مسألة المجلس الوطني الفلسطيني تحديدا برلمان الشعب الفلسطيني الذي يعبر عن منظمة التحرير ينبغي أن يُعقد بعيدا عن الاحتلال وينبغي أن يُعقد في الخارج لأنه أيضا في عنا ستة مليون فلسطيني في الشتات ينبغي أن نوجه رسالة أن هذا البرلمان يعبر عن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وأنه موضوع حق العودة للاجئين وموضوع الشتات الفلسطيني مهم جدا ونريد مكان ينعقد فيه هذا البرلمان بعيدا كليا عن الاحتلال هكذا نرى الأمر لكن هذه إشكالية أخرى كمان دكتور مهر يعني حتى في الخارج هناك إشكالية يعني يعني الآن عقد في بيروت ماشي الحال يعني عقد في بيروت لكن أين يمكن أن تعقده غير في بيروت غير بيروت ممكن يعقد في مقر جامعة الدول العربي في القاهرة جامعة الدول العربية ممكن أن يعقد هناك وأنا أتصور وأنا سألت هذا السؤال لأنه يعني كمان الدول العربية لديها مشاكلها مع بعض الفصائل لديها مشاكلها مع بعض التيارات يمكن أن تؤثر مثلا رأي سائد لدى هذه الحكومة يؤثر في المجلس الوطني بالتالي لن يكون هناك نعمل استقلالية لمجلس الوطني في سوابك أنا لا أقلل من موضوع العقبات ولكن أنا أقول أنه إذا اتفقنا أن يعقد هذا الاجتماع في الخارج للأسباب التي ذكرتها نحاول نعمل وبعد ذلك نرى نسأل الجامعة الدول العربية نسأل دول عربية وبعد ذلك نرى فيما يتألق بموضوع الحضور عندما تواجهنا عقبات نقف لكيفية معالجة هذه العقبات أنا شعرت الحقيقة وكنت مرتاح جدا بالاجتماع أنه فعلا الفصائل جميعا اللي كانت موجودة فيه شعور عميق بالمخاطر المحيطة بالنسبة للقضية الفلسطينية وتحديدا خلال العام القادم ومجيء الإدارة الأمريكية الجديدة الجميع يدرك أن القضية الفلسطينية فيه خطر شديد وبالتالي لا بد أن نرتب البيت الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات وما أجمل أن تعقد اللجنة التحضيرية في بيروت عاصمة الصمود وعاصمة المقاومة وما أجمل أيضا الكلمات التي أرسلنا إياها دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني التي هذا كمان يأكد على العمق العربي للقضية الفلسطينية طيب أخ عزام الأحمد أيضا من ضمن التحديات موضوع البرنامج الوطني هذه ليست بالمسألة السهلة على ما أعتقد كيف يمكن أن تجمع هذه الفصائل بالكامل على برنامج وطني واحد في ظل خيارات أخذت تاريخيا من قبل فتح ومن قبل حماس من قبل الجهاد إلى آخر أخذت خيارات تاريخية لديها تداعيات هناك التزامات أيضا لحركة فتحة وربما التزامات للسلطة الفلسطينية وفق أيضا خيارات أخذت تاريخيا المسألة ليست لا تبدو سهلة كيف يمكن الوصول إلى برنامج وطني متفق عليه بين الجميع البرنامج الوطني ليس مطلوب من المجلس الوطني أن يضع برنامج جديد هذه مقولات خاطئة أي مجلس وطني يعقد من حقه أن يراجع البرنامج القائم ممكن يعدله ممكن يلغيه حسب الظرف بس أعتقد في الشي اثنين فينا كل الفصائل الآن مجمع على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الراضي 67 كلنا هاي أهم نقطة في البرنامج تمام لذلك لكن إحنا في المجلس بدنا نشوف هذا هو الهدف والآليات كيف أصله ليست استراتيجية أصله آلية وانتهت وأساليب النضال آلية وأيضا يعني ممكن التفاهم على في أنها وثائق موجودة اليوم تقريبا الجميع أكد على وثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدت عام 2006 يطرحوها اليوم الجميع طرحها أنها برنامج يصلح حتى الرئيس نبيه بري وأنا انبساطة على رسالة الرئيس نبيه بري أنه كأنه مش كأنه لا هو فلسطيني النقاط بيقدمينه نصائح حتى عشر إله لوثيقة ألفين هذه تفصيلية تبدوها تفصيلية وكأنه نعم تفصيلية ليس لم تكن كلمة كلمة ترحيبية لم تكن مجرد ترحيب يعني مش كوي يعني أحيانا المثقفين من مين للكلمات الكبيرة لا إحنا عنا استراتيجية عنا برنامج قد يحتاج إلى تعديل هذا من صلاحية المجلس الوطني حتى القيادة الفلسطينية تتجتمع إذا كان فيش اجتماع بإمكانها بالمؤسسات الأخرى مجلس مركزي كلمة في ظل إنهاء الانكسام الأمم ومرحلة التحرر الوطني ومرحلة التحرر الوطني تعني أولا أحد أهم قوانينها الأولى يجب توحيد كل فئات الشعب الفلسطيني وطبقاته وفصائل واتجاهاته الفكرية وبالتالي فتح طريقتها شعارها منذ أن تأسست دعا ألف زهرة تتفتح ودائما من أن نطلعش كديش حصتنا لشأنه في ناس بيحبوا كلمة المحاصصة كنا نشكل 90% من المجلس الوطني نأخذ ثلاث أعضاء في اللجنة التنفيذية من 18 وفي ناس ملاش خمس مقعد تأخذ مقعد وبالتالي احنا مع توسيع دائرة التمثيل وأيضا مع البرنامج التوافق الوطني كامل نتفق وبرنامج 2006 التوافق في قرار قانون مهم سنوات التفاوض أخي عزام قبل أن تقل دكتور عزت سنوات التفاوض لم تشي بأن هناك نوع من الاتفاق على نقاط مشتركة في موضوع البرنامج الوطني الفلسطين لا أولا مقولة 20 سنة تفاوض هذه المقولة خاطئة لا تحدث تفاوض مع إسرائيل تحدث تفاوض بين حركة فتح وحركة حماس لا لم تصل إلى برنامج وطني لا تحدث عن الاتفاق نحن وقعنا اتفاق عام 2011 فتح وقعته عام 2009 بعد قدة أشهر من الحوار الإخوان في حماس اتأخروا لـ 2011 ليس موضوعنا المهم وقعنا ليس هنا اتفاق غيره البقية مش اتفاقات جديدة زي ما بعض الإعلام كنا نبحث عن آليات للتنفيذ نأمل الآن إحدى متطلبات إحدى متطلبات نجاح المجلس الوطني التوحيدي أن ننهي الانكسام في السلطة اللي أيضا هي بجوز تنهار بجوز إسرائيل ولن نكون أسفين عليها أبدا لن نكون أسفين إحنا منظمة التحرير هي اللي بتمثل الشعب الفلسطيني مش السلطة السلطة بتدير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والكدس فقط أما لا إلا علاقة في البرنامج السياسي لا إلا علاقة في البرنامج يعني الأمور الحياة اليومية وأصله فعلا زي ما قلنا قبل شوية انتهت مش هي البرنامج الوطني لذلك نأمل إنه بالفعل هذا الاجتماع واليوم الكل كان الكل دون استثناء أول جملة كان يقولها يجب انهاء الانقسام يجب هذا سؤال هذا سؤال خلينا نخيله لأبو عمر أستاذ عزة رشق يعني الآن هناك كان في تساؤل اليوم في الشارع الفلسطيني إذا كان الانقسام الجغرافي والسياسي العسكري أيضا القائم بين غزة والضفة الغربية لم يتم حتى الآن رأب هذا الانقسام كيف يمكن الحديث الآن عن مظلة وطنية كبيرة تضم كل الفصائل يعني الأمور تبدأ بواحد اثنين ثلاثة يعني أول شيء يتم رأب الانقسام الفلسطيني جغرافيا بعدين ننتقل لمرحلة الحديث عن الغطاء الوطني الكبير وليس العكس يعني اللي جرى اليوم هو العكس فضل لا غبار أنه قضية الانقسام يجب أن تنتهي لكن أيضا لا يجوز أنه نعتبر أنه كل أمورنا كشعب فلسطيني معطلة حتى تنتهي هذه القضية يمكن بعض الأمور تساعد بعضها مثل هذا الاجتماع الذي تم اليوم هو شكل ما أشكال توحيد الشعب الفلسطيني وجمع القيادات الشعب الفلسطيني في مرحلة صعبة جدا عاقد مجلس وطني فلسطيني هو يساعد أيضا في تكريس وحدة الشعب الفلسطيني بالتأكيد نحن مش ذاهبين إلى مجلس وطني فلسطيني وفي حالة انقسام لا يمكن هذا يكون لكن أبدأ أقول أنه بلاش تحط كل الأعذار والمشاكل على قضية الانقسام أرغم أن هذه قضية الانقسام يجب أن تنتهي لأنه الانقسام هو قبل 2007 الانقسام الفلسطيني الحقيقي له أكثر من 34 سنة هناك انقسام فلسطيني حقيقي قبل الانقسام بين غزة وطنعفة وبين حماس وفتح هناك انقسام عميق كان ولما يرمى ظلت أمور حالة وتثبتت أمور هذه المشكلة مشكلة أننا أمام حكومتين كان هناك انقسام بين فصائل وكان هناك احتراب بين فصائل عبر التاريخ لكن لم يكن هناك تقسيم فلسطين هذه القصة كحركة حماس موقفنا منها واضح ولا تقسيم منظمة التحليل وقلنا أن هذا الانقسام يجب أن ينتهي وقدمنا كل المرونة اللازمة من أجل إنهاء حالة الانقسام وزي ما ذكر أخي عزام إحنا وصلنا إلى يعني مش محتاجين لتفاهمات جديدة الخارطة الطريق لإنهاء انقسام موجودة اتفقنا عليها مش حماس وفتح كل الفصائل الفلسطينية برعاية مصر وبسنة 2011 ولكن هناك تعثر في إنهاء هذا الانقسام إحنا قدمنا كل المرونة حاولنا لكن الآن ما بنى يعني ننبش الأمور الصعبة ولا بننكأ الإجراح لكن لأسف للآن ما انتهى هذا الانقسام هناك لقاءات تمت خلال الفترة الماضية في الدوحة وغيرها نأمل أنه يعني تستكمل لننهى هذا الانقسام إحنا في حركة حماس نشعر أنه إنهاء الانقسام في متناول اليد تمام لكن أيضا قدمنا مرونة ومطلوب مننا أن نستمر في هذه المرونة ونطلب أيضا من إخواننا في حركة فتح والأخص أخونا الرئيس عباس أنه أيضا يبدي هذه المرونة اللازمة من أجل انهاء الانقسام هناك قضايا بسيطة العالقة لا يجوز أن تبقى حائل أمام انهاء الانقسام والقضايا الموجودة إحنا قلنا إحنا حكومة وحدة وطنية ما إحنا ذهبنا إلى حكومة وحدة وطنية لكن حكومة وحدة وطنية صار خلاف على أنها قامت بدورها ولا ما قمتش بدورها في بعض القضايا العالقة نرجو أن نستطيع أن نتخلص منها مع إخواننا في حركة فتح قضية الموظفين لا يمكن أكثر أربعين ألف موظف في الشارع فهذه القضايا بنا نخذها بروح وطنية حتى نستطيع أن ننهي القسام لعله هذا الأجواء التي تمت في فترة الأخيرة مؤتمر حركة فتح ومشاركة حركة حماس فيها والكلمة التي ذكرها أو التي تليت بلسان الأخ أبو الوليد في هذا المؤتمر والتعاطي الإخوة في حركة فتح أيضا إيجابي مع ذلك لعل هذه الأجواء معنيين نحن كلنا أن نكرسها ونستثمرها من أجل استكمال المرحلة أو شوط الأخير من قضية إنهار أبو عمر وضيوفي تسمحوني يذهب إلى فاصل بعده مباشرة نكمل في المسائية ابقوا معنا مشاهدين طحيم جديد مشاهدين برغم مشاركة كل القوى الفلسطينية في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني هناك قوى أساسية ما زالت خارج هذا المجلس وخارج منظمة التحرير وتطالب مع قوى فلسطينية أخرى بإعادة ترتيب مؤسسات البيت الفلسطيني ومنها المجلس الوطني بما يمهد لدخولها إلى صفوفه على أسس جديدة متفق عليها فلسطيني هذا تقرير لمحمد محسن أهلا بكم الصورة الجامعة في الاجتماعات الإعدادية للمجلس الوطني الفلسطيني على أهميتها لا تعني أن الحلول قد أصبحت جاهزة لضم عدد من الفصائل إلى المجلس ومنظمة التحرير الفلسطينية في الاجتماع الأخير شاركت كل القوى والفصائل الفلسطينية منها قوى أساسية في المجلس الوطني الفلسطيني كحركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وشخصيات وممثلون عن فلسطيني الشتات وشخصيات سياسية فلسطينية من الداخل أما القوى التي ما زالت خارج المجلس الوطني ومنظمة التحرير بالرغم من مشاركتها في الاجتماعات الإعدادية للمجلس الوطني وحركة الجهاد الإسلامي بينما تشارك قوى كانت قد علقت عضويتها في منظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومنظمة الصاعقة تطالب حماس والجهاد ومعهما عدد من الفصائل كالجبهة الشعبية بمجلس وطني جديد يعمل على قاعدة أن القوى الفلسطينية اليوم في مرحلة تحرر وطني لا في مرحلة بناء دولة كما تطالب هذه القوى بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس الوطني حيث يمكن أن تجرى مع الاستمرار في استخدام التعيين لكن بعد التوافق حيث لا يمكن الانتخاب الجهات غير المنضوية رسميا في المجلس الوطني كحماس والجهاد وغيرهما من الجهات الفلسطينية المؤسسة للمجلس تصر على عقد الاجتماع المقبل خارج فلسطين وذلك كي لا يكون المجلس الوطني محكوما بسلطة الاحتلال وكي لا تتحكم إسرائيل في أسماء المشاركين من خارج فلسطين مصادر من حركة حماس ومن الجبهة الشعبية أكدت للميادين أن إنشاء مجلس وطني جديد بات ضروريا أولا لأن المجلس الحالية بحكم المشلول منذ أكثر من 15 عاما كما أن أكثر من 120 من أعضائه قد توفوا وبقية أعضائه من المسنين وهنا تعود إلى الأذهان قصة عدم قدرة المجلس الفلسطيني على المشاركة في اجتماع المجالس الوطنية الذي عقد في أوروبا قبل سنوات لأن أحد شروط المشاركة كان عدم تجاوز سمن المشاركين فيه الأربعين عاما إذا المشاهدين أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو دكتور ماهر الطاهر موضوع السلاح والمفاوضات بتقديرك كيف سيتم معالجة هذا الأمر أو الوصول فيه إلى توافق ضمن البرنامج الوطني الذي كنا نتحدث عنه السلاح والمفاوضات المقاومة والتفاوض هل أنا هنا في الاستوديو معي ثلاثة يمثلون ثلاثة تيارات وفصائل فلسطينية كبرى على الساحة الفلسطينية والأكبر دعني أقول على الساحة الفلسطينية هل ستقبل هذه الفصائل القتال أتحدث هنا عن فتح مثلا الديمقراطية الشعبية الأخيرة هل ستقبل فصائل أخرى المفاوضات أيضا أتحدث عن هذه الفصائل هل يمكن أن يتم مزاوجة بين التفاوض والقتال كيف سيستمر الفلسطينيون بهذا وهل أحد سوف يعطيهم غطاء لإذا ما تبنوا هذا المشروع عندي نقطتين بالإجابة على هذه السؤال النقطة الأولى أنه إذا كنا أمام كيان صهيوني لا يريد وهذا ما أثبتته حقائق الحياة وهذا استخلاص في غاية الأهمية إسرائيل لا تريد متشدد فلسطيني ولا معتدل فلسطيني ولا وسط فلسطيني تريد شط بالجميع وتريد تصفية الجميع وإلا ما الذي يفسر اغتاله الشهيد ياسر عرفات واللي كان مع خيار السلام اغتاله الشهيد أبو علي مصطفى على أرض فلسطين بعد أن عاد لأرض الوطن اغتالوا الشهيد أحمد ياسين اغتالوا الشهيد فتح الشقاقي بالتالي بالنسبة لهم يريدون قتل الجميع الجميع سواء الفلسطيني الجيد بالنسبة لإسرائيل هو الفلسطيني الميت وبالتالي إحنا أمام هذا الوضع وبعد فشل ما سمي بخيار عملية السلام شو الخيارات اللي أمامنا ما في أمامنا إلا خيار الوحدة والمقاومة والمقاومة بكل أشكالها بما في ذلك المقاومة المسلحة هذه نقطة أولى وأساسا إذا فيه إنجازات حققت بالنسبة للشعب الفلسطيني وإنجاز منظمة التحرير كان نتيجة الكفاح والمقاومة نعم النقطة الثانية هذا الموضوع حلته بشكل واضح وثيقة الوفاق الوطني تمام وثيقة الوفاق الوطني تتحدث عن قرار السلم وقرار الحرب وضرورة أن هذا القرار يكون قرار مشترك ولا ينفرد به أحد هذا جانب الجانب الثاني أكدت وثيقة الوفاق الوطني على خيار المقاومة بكل أشكالها بما في ذلك المقاومة المسلحة مع التركيز على أراضي السبع وستين هذا وارد نصا بوثيقة الوفاق الوطني وبالتالي إحنا أمام برنامج متوافق عليه في عام الفين وخمسة وهو وثيقة الوفاق الوطني الذي عالج هذه المسهد طيب أخي عزام الأحمد فيما يتعلق بالغطاء العربي هل هناك غطاء عربي لهذا الجهد الذي يبذل المجلس الوطني هل تعتقد بأنه في ظل الواقع العربي الحالي يمكن أن يقوم الفلسطينيون وحدهم بالتوحد والمواجهة ويعني الوقوف في وجه التحديات يعني بسبب الوضع العربي القائم حاليا أنا برأيي فيه الضعف صوره منذ عشرات السنين نحن نتمنى نتمنى أن يصلح الوضع العربي وبنفس الوقت رأم الوطن الراهن يعني نتطلع أن يقفوا إلى جانبنا مهما كان حجم الوقوف خطوة واحدة ولا ألف خطوة لكن نتحرك حتى لو لم يكن هناك غطاء عربيا لكن هو ما في الآن الآن ضعيف صراحة ضعيف بل أحيانا نعاني يعني الآن اليوم ما حدا اتصل اطلاقا بعزام الأحمد وبارك من الدول أو بالأخ عزة الرشق أو ب يعني ما حدا اتصل من الدول العربية وبارك هذه الخطوة لا 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 ما حدا اتصل إلا رسالة الأخ نبيه بري اللي أكد فيها حتى عن وقوف لبنان بكامله كما كانت ستبقى قاعدة ارتكاز لدعم النضال الفلسطيني الوضع العربي ممزق وللأسف اخترعونا تحت ما سمي الربيع العربي أنا بفتخر إن من اليوم الأول كنت أقول عنه الصيف القاحل لتمزيق الأمة العربية وتدميرها ولاحظ دول قسمت دول في طريقة التقسيم حروب أهلية منتشرة و دماء بالتالي إحنا علينا أن نعتمد على أنفسنا حتى يعني في عبارة قاعدة تردد بسمرار القضية الفلسطينية تراجعت أنا بقول بملء فمي وليسمعني المسؤولين العرب قبل المواطنين العرب إحنا على صعيد الدولة في أفضل حالاتنا وحققنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة قمة الإنجازات السياسية رغم الوضع العربي الرديء وحيانا نعتمد على حالنا لحالنا وبجوز قرر مجلس الأمن يعني هذا الوضع معيق أو مساعد الوضع العربي معيق أكيد معيق معيق وطول عمر وإحنا كمان كفلسطينيين أنه قرار أنه قرار في المجلس الوطني فلسطيني لا نسمح لأنفسنا كمنظمة التحرير أن نعقد اتفاق سلام مع إسرائيل دون أن يكون هناك رأي عربي بالموافقة أو من عدمها طيب الآن أخ عزام يعني بكل صراحة هناك فصائل أو كل الفصائل خليني أقول يعني لديها تحالفاتها صحيح مع دول عربية صحيح هذا كيف رح يأثر معيق أم مساعد يعني وهذه الدول العربية متضاربة في الرأي طبعا صحيح لا 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 أكيد الامتدادات العربية والإقليمية والدولية في الساحة الفلسطينية إحنا قضيتنا ملعب مفتوح كل العالم لاعبين فيه وهذا أحد عوائق مسيرة النضال الفلسطيني سواء في الانقسام بيكونوا طرف فيه إذا فيه مفاوضات بيكونوا طرف فيه إذا كان فيه قتال ولا فيش قتال طرف فيه ودائما التدخلات في الشؤون الداخلية هي عامل معيق وسلبي لكن نحن نسعى أن نتجاوز الضعف الحالي في المنطقة العربية سلبياته أكثر من إيجابياته بالنسبة للوقت الفلسطيني ونتمنى طيب أنا سأختم مع الأخ الرشق بنظرة نحو المستقبل لكن قبل ذلك أخ عزام موضوع فتح الانتفاضة كيف سيتم معالجته هم ما حضروا لأنه فيه فتح موجود لكن كيف تكون تعملوا تنظيم غير معترف فيه في منظمة التحرير هناك قواعد للاعتراف بالفصائل الفلسطينية منذ عام تسعة وستين مستمر لم يتغير والحل أي فصيل أمامه أنه بتقدم للمجلس الوطني طلب يعترف فيه إذا كان هناك الشروط توفرت المجلس الوطني هو اللي بكرر ويدخل باسمه فتح الانتفاضة إذا حسب قرار المجلس الوطني حسب قرار المجلس الوطني في مثلا قصة الأزمة فيه انقسامات اللي اخواننا في الجبهة الشعبية حققوا رقم قياسي في الانقسامات كل ما كان ينقسم فصيل يصير مفاوضات غيروا اسمكم حطوا كذا بالجبهة الديمقراطية صارت بالجبهة العربية صارت إحنا فتح يعني أنتم ليس لديكم فيتو على فتح الانتفاضة إحنا إحنا منقول الحضن الفلسطيني للجميع للجميع وفق البرنامج الوطني الفلسطيني وزي ما قلت جملة آخرة هناك قواعد للاعتراب بأي فصيل أخي عزة الرشق باتجاه المستقبل أنا نستشرف هذه الخطوة نعقاد المجلس الوطني شو بعدين ما الذي سوف يحدث يا سيدي إحنا هذا الجهد الذي تم اليوم نرجو أنه يستكمل ويجب أن تستمر هذه اللجنة لجنة القادة المجلس الوطني الفلسطيني تستمر في أعمالها إحنا اليوم قدمنا مجموعة أفكار قلنا أنه يجب أنه يخرج عن هذا الاجتماع لجنة لتضع برنامج عمل وطني يتفق عليه ليس كل واحد لا يشب برنامجه فيه برنامج متفق عليه فيه أخطار فيه أهداف وفيه عدو الصهيوني موجود نحط برنامج نتفق عليه وذكر أخي ماهر الخطر بأنه ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا يعني اعتراف بأن القدس كاملة مع العدو الصهيوني يجب أن يكون هناك برنامج للتحرك هذا من زاوية من زاوية ثانية قلنا أنه يجب أن تشكل لجنة يتفق عليها من أجل وضع آليات لعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي مجلس وطني فلسطيني جديد على قاعدة الانتخابات يعقد في الخارج وليس تحت الاحتلال لأنه هناك إعاقة لشاركة عدد كبير من الناس لأمر الآخر قلنا أنه هذا الإطار القيادي الذي ينعقد كم مرة وتوقف يجب أنه يعاد تفعيله نعم والأمر الآخر أنه هذا الجهد الفلسطيني يجب أنه يصل إلى نتيجة لا نقف لا تبقى قرارات على ورق على ورق احنا اتفقنا أكثر من مرة أخذنا قرارات وأنه نعقد مجلس وطني وانتفاق المصالحة وانتفاق المصالحة يجب أنه يتحقق الانتفاق المصالحة ونجد مرونة من إخواننا الكرام في حركة فتح والأخ أبو مازن من شأن ننهي القصة هذه وتسير وراء ظهرنا وراء ظهرنا المقاومة والتفاوض هذه قضية يجب أن تنتهي جراحة هم نفسهم إخواننا اللي جربوا أكثر من 20 سنة بالتفاوض يجب أنه هم وصلوا إلى طريق مزدود وقالوا أنه صفر كبير ولذلك يجب أن يتوحد الشعب الفلسطيني على استراتيجية الإضالية واحدة قائمة على المقاومة بكل أشكالها ومنها المقاومة المسلحة أو على رأسها المقاومة المسلحة فضل بدأ أقول عفوا بالنسبة لموضوع العربي بالتأكيد أنا أتفق مع الأخ عزان بأن الوضع العربي ضعيف ومتردي ومتراجع إلى الوراء لكن يجب أن لا نيأس يجب أن نستمر اتصالاتنا مع الجهد العربي من أجل استنهاض هذا الجهد العربي لأنه في ظل ترك هذا الموضوع ستكون هناك نتائج كارثية هناك هرول أحيانا من بعض الدول العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني ولا نيأس من محيطنا العربي هناك دول عربية قدمت الأخ صعب عرقاتي اليوم قال في مجلس الأمن سندتنا السعودية وقطر وتركيا هم سندونا ودعموا هذا الموقف لذلك لا نيأس من بلدنا العربي ولا من بلد الإسلام تمام أنا نقطة واحدة بس بثواني بثواني الاجتماع هذا أرسى أرسى أرضية جيدة لأنه كان فيه توافق أنا كما فهمت بين القوى الحاضرة بدنا مجلس وطني توحيدي بدنا انتخابات بدنا مجلس يشارك به الجميع بدنا مكان يقدر يحضر فيه الجميع وبالتالي هذا كله كان موضع توافق والتسوية وصلت للطريق مزدود أنا أقول وأقترح أنه هذا اللقاء لن تحل الأمور بلقاء واحد أو باجتماع يوم أو يومين لازم يكون بدنا نرسي مسار أنه نمشي على مسار نستمر في هذا الموضوع حتى فعلا ننهي الانقسام ونعيد بناء أشكرا جزيلا شكر ماهر طهر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية تحليف فلسطين وأيضا عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة تحليف وطني الفلسطيني فتح عزة الرشق عضو المكتب السياسي حركة المقاومة الإسلامية حماس شكرا لحضوركم جميع المشاهدين في نهاية المساء هذا تذكير بعناوين ملف الليلة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تتصدر أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المجلس الوطني بمشاركة حركتي حماس والجهاد هل ينجح الفلسطينيون في إنجاز وحدتهم وإعادة صياغة مشروع تحرير فلسطين من الاحتلال في ظل الانقسامات العربية لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء يعطيكم العالم اشتركوا في القناة